السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دجاج نضيف اينا او كاسرون سيدي الافخده سيديهم كلهم سيديهم احترقه رائع خصوصا الولدات اضع الملحة وضع الملحة وضع الماء وضع الماء كمية الماء كمية الماء نضع الماء وضع الماء قشرت جوجة حبات البطاطس قشرت جوجة الحبات كمية الماء السبت نقطع الماء سوف نسلق فخيدات الوصف فخيدات الوصف في الساعة نضيفها في الملحة لا تسلق الماء كذلك كندير الماء واحد الكمية دي الماء فين غادي تسلق كيف نعرف البطاطة رافية سافي غادي ندير احتية عن النار درت البطاطة ديلي عن النار ودست مباشرة الفخيدات ديلي هنتوما فاش كيبقوا يغريو كيتلقوا واحد الكشكوشة من الفوق هنتوما كيف تشوفوا معايا سافي غادي نخليهم حتى يطيبوا يعني حتى يطيبوا مزيان وعاد غادي نحيده وكذلك كيكتليكم حتى البطاطة ديلي ها هي البطاطة تقريبا هراها تقريبا واجدة كيف شتو معايا وكيف كان عرفوا البطاطة راما كات اخت شوق طويل كيكتليكم اخواتي راح في الساعة كالطيب الموهم غادي ندوز معاكم باش غادي نحيدوا الفخيدات ديلينا وغادي نصيبوه الموهم هنا كيف شتو بعد نحيد الفخيدات ديلي طابوا طابوا مزيان هنتو ما كيف كتشوفوا معايا غادي نحيدهم دبا مدق العظم وغادي نقطعهم طريفات صغار بحالك كمون غادي نقطعهم كيف كان قولوا انفرتنهم طريفات صغار بها الطريقة طابوا مزيان ضروري تخليهم يطيبون زيان حتى كيتعزلوا على ذاك العظم كيف شتو معايا كيف كتشوفوا معايا ضروري تحتفضوا بالعظم باش منا يكونوا كاتقليهم يعني ضغرهم في العظم ديالكم ضروري تحتفضوا بهذا العظم مهم هنتو ما غادي نصامر بنفس طريقة في الكمية اللي عندي غادي نقطعها بنفس طريقة بحالك وغادي نرجع معاكم مهم هنه كذلك البطاطة اليالي كيكتلكم طابت هنتو ما نراها تزلقت غادي نجيب هنا واحد شوكا وغادي نخلطها بزيان البطاطة كيف كتشوفوا رها الفوار بقي طالع منا يلا حكي حيتها صارحها بقا سخونة صافي بهذا فورشت غادي نخلطها بزيان او غادي نمعكها بهذا الطريقة هذي هنه بعد ما خلطت البطاطة ديالي مزيان بهذا الفورشت هنتو ما صافي هنا عندي ندوز مباشرة غادي نجيب دك لحيمة ديالي او دك الجاج اللي قطعته طريفات صغار غادي نزيدو على البطاطة غادي نديرو عفوان غادي ندير عليه التوابل بالنسبة للتوابل شنو غادي نحتاج غادي نحتاج الفلفلة حمراء غادي نحتاج للملحة كامون واليبصر والخرقوم وحتى الربيطة ديال بالنسبة للملحة بالنسبة للملحة الملحة عينيكم يزيانكم ما تنسوش لحساب سلقي البطاطة بالملحة وكذلك حتى الفخيدة ديالنا ديال الجج سلقيونهم بالملحة في الاخير غادي نزيد الملحة صغيرة ديال دقيق الابيض غادي نخلط مزيان بيبديا حتى تخلط لي البطاطة مع الحمادي مع التوابل المهم غادي نخلط مزيان وغادي نرجع معكم ان شاء الله من بعد ما نخلط مهم كيف كاتشوفوا اخواتين بعد ما خلطتهم مزيان مهم درتهم انا في هذا الاناء باش خلطتهم مزيان هوا ما عندي دابا واجدين كيف كاتشوفوا معايا صافي غادي ندوز معكم الطريقة وكذلك انا ادري هذا الوعيدة فهي احسنت مرحبا unas راتج المترجم وضوح عن كل favourite المترجم وضوح المترجم الصباح الوحوش ودينا مهمات العمارة كازهق ما كازبقاش ووقفه صافي كندير بها الطريقة هادي كشتو كندير وحد الكيمية وكنديرها غيم الراس وكندير في هادك العظم صافي وكنحاول انني انقذها انتوما مهم بها الطريقة هادي سهلا غدي نستعمر بنفس الطريقة كديكم كناخد وحد الكيمية وكندير في هادك العظم وكندير في هادك العظم وكندير في هادك العظم وكندير في هادك العظم واحد الكويرة هانتوما طريقة اخواتي رأي سهلة نتمنى كذلك الشرح يكون واضح ومهم غدي نستعمر بنفس الطريقة ونرجع معكم هنا ينبعد ما كورت الحوشو دي اللي عندي كلها هادك العظيمات هانتوما وثلاثة ديال الكويرة درتهم في ذاك العويد هادك هانتوما المهمة ديال الكمية اللي عباطني فغادي ندوزوا مباشرة ان شاء الله باش نقليوهم كيكتليكم اخواتي غادي ندوزوا مباشرة باش نقليوهم وهم هنا عندي الدقيق كيف شتمعي وحت الكمية ديال الدقيق حتى ما كيبقوش يبانو مهم ضروري تمرغوهم زيال بها الطريقة هادي ترشو عليهم دقيق حالكا وتغبيوهم مزيال مزيال كيف شتمعي كيف شتمعي وفد المرحلة هادي كنكونو درنا الزيت سخون على النار كنكونو درنا واحد الكمية ديال الزيت كاتسخون وكندوزوا كنمرغوهم وهم خديث هنا تبصل صافي اللي كنمرغها كنديرها تماما صافي هنا يام بعد ما انتهيت هانتوما كيف كاتشوفو كيكتليكم كنكون درت الزيت ديالي تسخون صافي مباشرة كنتوز مقلي كاتهزو القويرة ديالكم او كاتهزو الفخيدة ديالكم ديال الجاش وكاتديروهم في الزيت وضروري تخليو حتى يتخليكم الزيت عاد اديرو فيها القوائرات صافي غادي نديرهم كلهم وغادي نخليهم حتى يتقلوا وغادي نقلبهم مويم هناك كيف شتم راني خليتهم تحمرهم الجهة ديالتحت وكنقلبهم دابا بالنسبة للنار تكون نار متوسطة ما تكونش مجهدة وكذلك ما تكونش مهيلة في نفس الوقت يعني تكون نار متوسطة صافي غادي نخليهم حتى يتحمروا كذلك على الجهة ديالتحت يعني تحمروا ياخدوا لي ذاك الوين المحمر او ذاك الوين الذهابي وغادي نحيدهم وغادي نصامر بنفس طريقة في الكمية اللي تبقات لي مويم كيك لكم غادي نخليهم حتى يتحمروا وغادي نحيدهم ونرجع معكم وشكيه النهائي ديالهم هدا وشكيه النهائي ديالهم بعدما تقلعوا بحيتهم الزيت ضروري بعدما كتحيدهم كتدرهم في وحد ورق الطبخ او شبقة او اللي كان عندكم في نقطرو صافيهم هادول فخيدات ديالي ديال البتاجات صراحة كيجيه رائعين مضق ديالهم كيجيه غزة صدقون يحتر وليدات ديالي حماقوا اليوم هم الفينش يكلو الحمد الزاف ديالتجاج اما بهالطريقة هادي صراحة حماقوا اليوم مع فيهم البتاطا كيف كتشوفو هدا وشكيه ديالهم كيجيه رائع فكتتمنى اخواتي يعجبوكم يعجبكم الفيديو ديال اليومة فما تنسوني شمالوا لايك ديالكم بتعريقكم بزوينا املي ببارتاج الاجبكم الفيديو ده بغنقلكم السلام عليكم مع فيديو جديد ووصفة جديدة كيف العضاء ان شاء الله